بسم الله الرحمن الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر فرحانة عطية ممكنات في اليدوكيشن. ان شاء الله نرده نتكلم على التركيبات اللغوية او التراكيب اللغوية في شكل غير غير مستمر. غير مستمر. بعض الافراد اوستمرر دورية من سببيني وغير ما في شكل غير منك. هذا موسيق وبنم أن هذا موسيقب. أنا لك هذا موسيقب. ليس لأنني أحتاج إلى التحدث. بعض الأشياء الثانية لا يتحدث في البركسف الفرم عندما يتحدث في بعض الأشياء. كمبير. أرى الطبيب في البركسف الفرم. أرى ما يعني. أرى ما يعني. أرى ما يعني. بعض الأشياء الثانية لا يتحدث في البركسف الفرم. يتحدث في البركسف الفرم. بتشير إلى الحالة مش الحدث. يعني لما بتشير إلى الحالة ينبقى مش هنفع استخدم اللي بتدول على الاكشنز الاستمرارين. بعض منها بيشير إلى الحالة العقلية. أرى ما يتحدث في البركسف الفرم. 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 ألعى إن كانوا في البركسف المitz. قد تتكون آسف الفرم بالبحر ROS organizer. علموا في هاتفين عليك الحقيقة. Feel, see, sound, hair, smell, taste Communicating and causing reactions Agree, impress, promise, appear, look, seem Satisfy, astonish, mean, seem Deny, please, surprise, disagree Other, be, deserve, measure, have, lens, belong, fit, need, concern, include, hope, consist, Involve, own, contain, lack, possesses, depend, matter, way, have, wit More details of the use of some of these verbs are given in others Progressive and non-progressive uses Compare the progressive and non-progressive uses of some of the verbs listed above Example, I am feeling fine or I feel fine As we call it لو بتشعر لو بتهدي رأيه مثلا يبقى الأفضل يعني في أوقات ممكن نستخدم كده وممكن نستخدم في القملة هنا تقول لو بتدل على الأفضل يبقى ما يستخدمش فيها الاستمرارية إلا وبيتدل على عندنا هنا مثال تاني ويقع هنا طبعا ما ينفعش هاستخدم الاستمرارية لو بتقول رأيك يبقى تستخدم من غير الاستمرارية يعني مش رأي أو تفكير نستخدم هنا بيقول له ما رأيك في الحكومة أما هنا انت بتفكر في أي دلوقتي وتستمر في التفكير دلوقتي هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام أنا من رأيي نحن نلاقي بعدين أن نفعلها طيب ما نستخدمش بقى I am feeling we shouldn't do it I am seeing Liza tomorrow I see what you mean أنا فاهم هنا مش معناها أرى معناها أندرستان يبقى قول أنا أرى ما تقصر لا تأكدوا طيب I'm just tasting the cake To see if it's cake The cake tastes wonderful Not the cakes Tasting wonderful يبا احنا هنا قلنا The cake tastes wonderful مش مش حاجة اه مستمرة ما يفعلش اجيبها في الاستمرارية هي حاجة حالتها ان هي رائعة I'm just tasting the cake To see if it's اكي هنا هنا انت بتتكلمش انت بتتكلم عن الحالة اه اما هنا الكيك نفسه حالته ايه اما دي انت بتتكلم عن حالتك انت اما الكيك نفسه ما يفعلش ياخذ الاستمرارية انت حالتك انت ممكن يكون فاستمرارية اما كيك نفسه ما فيش لي استمرارية The cake broke when i was winning myself this morning I weighed 68 kilos 3 months ago And look at me now Not was winning 68 kilos With hair Half weight Non progressive verbs are used in progressive forms in order to emphasize the idea of change or development طيب ممكن استخدم الحالة اللي غير مستمرة دي للتأكيد على التغيير فكرة التغيير والتطور These days more and more people refer or referring to retire early يبقى انا ممكن استخدم الزمني ممكن استخدم الزمني هذه الايام الكثير من الناس بيفضر التقاعد او المعاش المبكر ده حاجة بتدل على التغيير او التطور ممكن استخدم الزمني The water tastes or tastes is tasting better today ده حاجة فيها تطوير و تغيير As I get older I remember I am remembering less and less I am liking it here more and more as time goes by Need, want and mean can have future or present Perfect progressive uses Will you be needing the car this afternoon? I have been wanting to go to Australia for years I have been meaning to tell you about Andrew He, etc. can see, etc. can is often or often used with see, hair, feel, taste, smell, understand and remember to give a kind of progressive meaning especially in British English I can see emma coming down the road Can you smell something burning? ing forms can even verbs which are never used in progressive tenses have ing forms which can be used in other kinds of structure knowing knowing هنا طبعاً ing هنا مش بدل على استمرار يبدل على المعرفة هير تيستيس بمعرفة بمعرفة I bought hair بمعرفة مزقها بمعرفة مزقها أنا ايبوت هير اشتريت لها A large box of box of chocolates بمعرفة المزق بتاعها انا اشتريت لها صندوق كبير من الشوكولات بمعرفة طبعاً اتحاولت هنا بناوين مش بخالص طيب you can respect people's views without agreeing with them اتمنى يكون الفيديو يكون اعجابكم معلش طولت عليكم النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته